يبقى انت كده بالطريقة دي قدرت تعمل حوالي تلاتين ايميل جوجل بدون اي رقم تليفون وبدون ما تضيف اي رقم تليفون للحسابات شباب ازايكم عاملين ايه ان شاء الله النهاردة هشرح لكم طريقة انشاء حساب جيميل بدون رقم هاتف يعني تقدر تنشئ عدة حسابات كتير جوجل من غير ما تحط اي رقم هاتف بس قبل منبدأ الفيديو اتمنى منك دلوقتي تنزل تعمل لايك للفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولو عندك اي سؤال تقدر طبعا تسيبهولي في الكومنتات والله بينا عشان ما طولش عليكم نبدأ الشرح اول حاجة هتمسك تليفونك كده تدخل على الاعدادات بعد ما تدخل على الاعدادات هتنزل تحت خالص كده لحد ما تلاقي الايكونة بتاعة جوجل زي ما انت شايف كده وبتقول له تسجيل الدخول الى حسابك على جوجل بتضغط كده بيبدأ يحمل معانا بالطريقة دي بيطلع لي الوجهة دي وبتقدر تقول له من هنا انشاء حساب في مكان تاني قدر اجيب منه الموضوع ده اه تقدر تدخل هنا على خدمات جوجل بلاي كده بالطريقة دي وتقول له تسجيل الدخول برضو هيحمل كده وهيبدأ برضو يدخلك على نفس الصفحة تبدأ من هنا او تبدأ من هنا ما فيش اي مشكلة المهم ان انت هتوصل للصفحة اللي انت شايفها دي نبدأ كده بقى نركز مع بعض كده خطوة خطوة وياريت ما تصرعش الفيديو عشان كل حركة دي ممكن تخلي الحساب معاك ما يكملش صح فنبدأ كده بقى مع بعض ونعمل انشاء حساب اول خطوة هنا لازم تعمله لنفسي ما تعملهوش لطفلي لان انت لو عملته هنا لطفلي هيبدأ ينزلك برامج اه وبرامج لا ولا تعمله لإدارة نشاطي التجاري عشان بعد كده هيقعد يجيب لك رسائل كتير كده وحاجة ملهاش لازمة فانت تعمله لنفسي بعد هنا هتكتب الاسم الاول بتاعك وليكن مثلا الاسم بتاعي اهو تمام وبعد كده هتكتب اسم العائلة اهو تمام وبعد كده هتقول له التالي بعد كده جماعة جاب لي الايكون اللي هي بتاعي تاريخ الميلاد ديت تاريخ الميلاد ما ينفعش ان انت تعمل اكاونت وانت السن بتاعك اقل من 16 سنة يعني لازم يكون اعلى من 16 سنة طيب لو انت سنك او بتعمله لحد اقل من 16 سنة لا حاول تدخله بتاريخ ميلاد حد كبير عشان ما يعملوش معاك ان هو للاطفال بالتالي هتلاقي اليوتيوب ووقف معاك ونزلك مثلا يوتيوب كيدز تاريخ ميلادك ويكون ازيد من 16 سنة طبعا انا بحاول اشرح باستفادة وكل المشاكل وطريقة حلها عشان ما تطلعش من الفيديو ده تحتاج تشوف فيديو تاني او الطريقة تفشل معاك وما تبقاش عارف السبب ايه طبعا انا هكتب كده تاريخ الميلاد دهو بتاعي تمام انا كده كتبت تاريخ الميلاد وهعمل كده النوع تمام زكر او انسى براحتك مش هتفرق تمام بعد كده التالي بعد كده هنا بيقول لي اختار ايميل جيميل لنفسك يبقى انت كده بالطريقة دي قدرت تعمل حوالي تلاتين ايميل جوجل بدون اي رقم تليفون وبدون ما تضيف اي رقم تليفون للحسابات ديت طيب زي ما قلت لك الخطوة ديت يا شباب لازم تحاول تعمل ايميل مش مكتوب يعني الايميل ده ما يكونش حد قبلك عمله خالص يعني تحاول برضو ان انت اعمل ايميل صعب شوية بحيس ان محدش تاني يكون عامله في الدنيا فطبعا انا هكتب كده مثلا ايميل وليكن كده تمام اهو اتنين اربعة ستة تمانية زيرو مثلا وهعمل له التالي طبعا هو كده خلاص قبله تمام ما فيش اي مشكلة هتعمل هنا انشاء كلمة مرور طبعا ما ينفعش تحط مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هيقول لك كلمة المرور دي ضعيفة ما ينفعش ان انت تعمل له اي بي سي دي برضو هيقول لك ان هي ضعيفة وهيعمل لك خطأ فانت افضل حل هنا ان انت تحط حرف كابيتل وبعد كده حرف سمول وبعد كده ارقام او رموز فانا مسلا هكتب وليكن اسمي اهو حرف الان كابيتل ال اي وال جي والواي اسمول وبعد كده هكتب مسلا اه وليكن اتنين اربعة ستة تمانية بالطريقة دية وبعد كده مسلا هعمل علامة الات تمام كده وبعد كده هعمل التالي بنيجي هنا عند المشكلة المهمة جدا وهي هل تريد اضافة رقم هاتف انا لو نزلت تحت كده هلاقي التخطي وهلاقي موافق هتقدر انت هنا بكل سهولة ان انت تعمل تخطي طيب فيه هنا مشكلة مصغيرة جدا ممكن تقابلك لو انت الموبايل بتاعك عامل عليه ازيد من عشر حسابات فبالتالي الموبايل بتاعك بعد كده هيرفض ان هو يعمل حسابات طيب لو انا فعلا ما ظهر ليش ايكونة التخطي اللي انتوا شايفينها تحت دية كده لو دي كده ما ظهرت ليش وما جاليش غير ان انا اضيف رقم هاتف طيب في الطريقة دي هعمل ايه كل اللي عليك ان انت هتروح تنزل برنامج في بي ان هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعه دلوقتي في العلامة الاي اللي هتظهر هنا يمين او الشمال وهتلاقيني سايبه لك في الوصف تحت وبعد ما تعمل علامة الفي بي ان هتبدأ ان انت تضيف حساب تاني من على متصفح اسمه موزيلا فاير فوكس وهتلاقيني برضو سايب لك رابط المتصفح ده تحت الفيديو ولكن انت لو ماشيت بالطريقة دية تصدقني الدنيا تشتغل معاك تمام وما فيش اي مشكلة هتواجهك طبعا الطريقة جماعة شغالة من على الكمبيوتر او شغالة من على الموبايل عادي جدا بعد كده هتعمله هنا التخطي كده اهو بعد كده قالك انت انشأت الحساب وهنراجع المعلومات فانت هتقول له التالي وبعد كده هتنزل تحت خالص وهتقول له وافق وكده يا جماعة احنا انشأنا الايميل بدون اي رقم تليفون وبدون اي حاجة ونقدر نعمل لحد 10-15 ايميل بنفس الطريقة دي بعد كده هقول له قبول كده هو خلاص فتح لي ايكونة جوجل بلاي والدنيا تمام طيب لو انا وجهتني مشكلة بقى وما قدرتش ان انا اتخطى رقم الموبايل بالطريقة دي كل اللي عليك ان انت هتفتح المتصفح بتاع جوجل وبعد كده هتقول له القبول والمتابعة بعد كده هتقول له لا شكرا وبعد هنا بعد كده هتكتب جيميل اهو وبعد كده هتقول له اول اختيار وبعد كده هتقول له ابدأ وبعد كده هتبدأ تدخل هنا كده للمنطقة ديت وتبدأ تعمل حسابات تانية من هنا هيدعم معاك حوالي برضو 10 حسابات او 15 حساب يبقى انت كده بالطريقة دي قدرت تعمل حوالي 30 ايميل جوجل بدون اي رقم تليفون وبدون ما تضيف اي رقم تليفون للحسابات ديت طيب زي ما قلت لك ان هي لو ما اشتغلتش كل اللي عليك ان انت هتنزل برنامج الفي بي ان وتدخل بنفس الطريقة من على جوجل وهتقدر برضو تعمل حساب تاني ولو جوجل برضو انت خلصت 30 حساب وعايز اكتر من كده تقدر تنزل اي متصفح تاني بيدعم الفي بي ان ده هتلاقيه برضو على متجر جوجل بليه تقدر تنزله وتخطى كل حاجة طيب لو انا خلصت الحسابات دي ولكن انا دلوقتي عايز اضيف رقم تليفون للحساب ده هعمل ايه كل اللي عليك ان انت هتعمل كده هتدخل على الاعدادات بعد كده هتخش على جوجل هتلاقي الحساب بتاعك هنا جيه بعد كده هتقوله ادارة الحساب هيفتحه لك كده وبعد كده هتقوله بدء الاستخدام بعد كده هتيجي هنا تلف الشريط ده هتيجي عند الامان وهتبدأ تقوله حماية حسابك وهتبدأ هنا بقى تحط رقم موبايل لو انت حابب تحط رقم موبايل وطبعا دي حاجة ترجع لك اهو كده هتقدر اهو رقم الهاتف تعمله اضافة البريد الالكتروني المخصص للاستردادة تعمله اضافة وكده مبروك عليك ايميل جوجل وطبعا انت لو حابب الايميل يكون بتاعك مؤمن بنسبة مية في المية فانا طبعا هرشح لك رقم الهاتف وارشح لك البريد الالكتروني المخصص لاسترداد الحساب عشان طبعا يعني لو ايميلك ده مهم عندك وراح تقدر تسترجعه في اي وقت وان شاء الله هعملكم فيديو تاني عن طريق تأمين حساب جوجل بطرق عالية جدا وحمايات عالية جدا اتمنى يا رب ما كنش طولت عليكم في الشرح واتمنى انتو تكونوا استفدتوا ولو وصلت الحد هنا معايا في الفيديو ما تنساش بقى اللايك الجميل ونشراك في القناة وتفعيل زر الجرس طبعا لو عندك اي سؤال طبعا تسيبولي تحت في الكومنتات وانا بازن الله هرد عليك بسرعة فقر بوقت ممكن هشوفكم على خير الفيديو الجاي.